السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف ننصح ان شاء الله معكم 25 سنوات الخاص بالنو بغسيوني لكاتخو بي عشيوني لكاتخو بي عشيوني لنو بغسيوني. عندك هاتل اكزرسيس 5 شحكي يقوليناو. كالكولي يسامبليفي الريزولتات سي سي بوسيبل. يعني اول حاجة حسب ومن بعد الى كان النتيجة قد قبل اختزار اختزل لديك النتيجة. عندنا هنا يفتمرين الخمسة لتديل عملية العملية ا ا و ب والس. عندنا في العملية ا اربعة على سبعة ناقش جوج على خمسة زائد ربعة على عشرة ناقص واحدة على 14 زائد جوج. في بي ناقص لاتة على ثمانية مضروبة في ربعة على ستة ناقش جوج على خمسة زائد ربعة على ثلاثة مضروبة في خمسة على ثمانية. في السي عندنا تساوي واحد ناقص لاتة على ربعة قسم على ربعة على خمسة زائد خمسة على ربعة على ثلاثة ببعضة. نبدأ مع اول عملية اللي هي العملية اه. هنا احنا اتلاحظوا معي في الاستخدام. يعني كان نحسبه في بتدريبية بالسخدام. مرحبا سعد على الغربعة على ثلاثة السي عندنا تساوي. 4 على 7 ناقص جوج على خمسة زائد. 4 على 10 ناقص واحدة على 14 زائد جوج. باش نقدر نحسبها لاتة على الأسوية الدور. قلنا انا اشتركوا في الخطوطة التي استطيعناها في الأول هذه الخطوطة لتعملها أولا في هذه الأطفال انا اشتركوا في هذه القطوطة من الموضوع هذه تعمل الإنسان فالعماليات تحت اقوص كما تلاحظوا هذه العملية السجرة لا يوجد أقوص لنعمل برنامه برنامه أغلق تتحمل لا يوجد أقوص برنامه كما ترى أشمل عمليات فيه واش فيها الطرح والجمع او الضرب والقسمة او العمليات الاربع اللي هما الطرح والجمع والضرب والقسمة هنا يوم فا عندنا هنا يطرح جمع طرح وجمع اذا هنا حالة غناخدوم غناخدوم بالحالة اللولى حالة اللولى اللي فيها ناقص وزائد ناقص وزائد اذا نخدمه بهذا الحالة يعني من لاغوش في غلطة غوات فاش تكون عندي واحد لصويت توبيراسيو فيها سو المو عندك سوستخكسون وددسيو كنديرو الكالكيول من لاغوش في غلطة غوات يعني كنحسبو من ليصار ليمين اول حاجة نحسبوها هي اربعة على سبعة ناقص جوج على خمسة لانا قالوا لنا لديكم واحد لسويت توبيراسيو فيها عند ناقص وزائد سوف تبدأ من ليصار ليمين ماذا هو هذا اليصار ليمين سوف تحسبوها اولا هات الجوج الولين من بعد الغزلتة ديالهم سوف تزيد عليها هذه لان عندنا زائد ومن بعد الغزلت هاته كاملين سوف تنقص منها انسيو سويت يعني هكذا كتحسبوها اولا جوج الولين ومن بعد النتيجة كتحسب معها الثالتة ومن بعد الغزلتاني نتجة ديالها الثلاثة كاملين سوف تحسبوها ربعة أولا اربعة على سبعة ناقص جوج على خمسة اربعة على سبعة ناقص جوج على خمسة كنعرفو بطرحة جوج اعداد كسر يخصنوا حد المواقم ديرهم مقام محدة من 7 و 5 هو 35 إذا 35 هنا و 35 هنا 7 في شحال فش ضربنا بشعطتنا 35 هي 5 إذا 4 غنضربوها في 5 إذا ضربنا 4 في 5 غنضربنا 20 ومن بعد عندنا 5 شحال فش ضربنا بشعطتنا 35 في 7 إذا جوج غنضربوها في 7 هي 14 إلا أن جوج في 7 و 14 من بعد عندنا 20 على 35 بعد الوحيد المقام ناقص 14 على 35 في المكان الجوج على 5 بعد نضربوها 4 على 10 نقص 1 على 14 و نضربوها 4 حتى تنوبتهم حتى نحسبوها الجوج الأولين بعدها من بعد هنا تنضربوها و من بعد نضربوها إذا احتفاظ في المقام الجوج 35 و من بعد نضربوه فرق البسطين 20 ناقص 14 وهي 6 6 على 35 من بعد زائد 14 ناقص 1 على 14 زائد جوج حسبنا الجوج 4 على 7 ناقص 6 على 35 بعد وحدنا المقام 6 على 35 نزيد 4 على 10 نفس الحاجة نفعل الجامعة و الطرح دائما توحيد لمقام أول شي إذا لم يكن مقام محد سنبقى نقصد المقام ما بين ما بين 10 و 35 هو 70 مقام محدد ما بين 10 و 35 و 30 سبقى 35 سنضربها بجمع سبعين سنضربها في جوج الستة سنضربها في جوج سنضربها في جوج سنضربها الثالث لنضرب 7 الثالث لنضرب 7 ثم نقوم بإجراء 4 ثم نقوم بإجراء 2 نضرب 7 نضرب 7 ثم نضرب 7 ثم نضرب 7 هو 30 على سبع و 30 370 سفر 1 12 تقوم بتحديد 370 يقوم بضع جدري كمعة جدريين يمكنك تحديد أن تحديد المقام مقام موحد ما بين 70 و 14 هو هو 70 إذن العدد الأول غنحطه كما هو لأنه عنده المقام الموحد وبالنسبة 14 ضربناها في 5 بشاطاتنا 70 ونفس الشيء إلا ضربنا 14 في 5 غنضربه 1 في 5 إلا ضربنا 1 في 5 غنطينا هي 5 هنا عندنا ذوحي المقام موحد هو 70 ونحتفظه بالمقام موحد وهو 70 من بعد أن نضرب فرق البسطة وهو 30 ناقص 5 غنطينا هي 25 زائد 25 زائد 2 هذه 2 غنطينا لها المقام لأنه عندنا 70 هو المقام موحد إذا نضربه 70 هنا لا ضربنا 70 في المقام نضربه 70 في البسط وجوج مضربه في 70 هي اللي أعطتنا 140 لأنه هنا أختصرت واحد المرحلة من بعد النتيجة لها دون نفس الشيء يعني وحد المقام لها العدد الآخر الذي نضربه إضافه هنا يعطتنا 25 على 70 زائد جوج هذا الشيء اللي كان عندنا إذا نضرب جوج نضرب جوج موحد لها المقام مقام موحد ما بين 25 على 70 إذا نضرب جوج مضربه في 70 إذا نضرب جوج مضربه في 70 جوج مضربه في 70 هي 140 إذا نضرب جوج موحد ما بين 25 على 70 زائد 140 على 70 جمع البسطين نضربه بالمقام أولا بعد جمع البسطين 25 زائد 140 هي 165 هذه هي النتيجة ولكن هو قال لنا كالكولي اسمبليفي يعني نحسب بعد تختزل النتيجة لا ممكن هذا الشيء اللي نضربه نضرب جوج موحد عندنا لأعداد الجوج يقبل القسم على 5 إذا نقسم البسط على 5 ونقسم المقام على 5 القسم البسط على 5 قسم 23 والقسم المقام على 5 ونقسم 14 نتيجة النهائية بعد تختزل هي 33 على 14 ونقسم A بالنسبة لب نفس الشيء أول شيء نرى بالنسبة للمقام لا يوجد الحالة لا يوجد الحالة لا يوجد الحالة لا يوجد الحالة ما من العملية عندي؟ عندي الضرب ناقص والجمع والضرب يعني عندي الضرب والطرح والجمع سوف نرى في هذه الخططة هنا عندنا الضرب هنا كان غير الضرب والجمع يعني هذه القاعدة لا يمكن القاعدة الثانية هي الضرب والقسمة هنا عندنا الضرب وماء يعني لا يوجد الطرح والجمع هذه حالة إذا لقد لا يمكننا نخدمها هناك القاعدة الثالثة هي طرح عندي الطرح عندي الجمع وعندي الضرب إذن هذه الحالة الثالثة اللي غنختمو الحالة الثالثة كتقول لنا باليفاش كيكون واحد لسويتة اوبيراتيون كيكون فيها إما مثل الجامع والطرح والضرب أو لقسمة وضرب المهم خصو يكون فيها ضرب واحد يعني يكون ضرب وجامع أو لضرب مع طرح المهم كيكون فيها بربعة أو لثلاثة بيهم ثلاثة على الأقل أو لجوج مثل الجامع مع الضرب لأن إذا كانت طرح مع الجامع غنخمو فيها الحالة اللولى وإذا كانت ضرب مع القسمة غنخدمو بالحالة الثانية ولكن إحنا في هذه الحالة عندنا الضرب وطرح وجامع إذا الحالة الثالثة هي اللي غدا نخدمو بها في الحالة الثالثة شكتقول فاش كيكون هندي هاد لسويتة اوبيراتيون أول حاجة الأسباقية كان أعطيها الضرب والقسمة يعني فاش نجي نحسب غنحسب أولا العمليات اللي بنتهم القسمة والضرب ومن بعد كنجي زائد وناقص باستعمال هاد القاعدة هادي يعني من اللي يصال اليمين نخدمو بها بشكلة تعرفوا كيفاش تديروا تطبيق ديال هاد القاعدة هادي عندنا أول حاجة ناقص 3 على 8 نضربه في 4 على 6 ناقص جوج على 5 زائد 4 على 3 نضربه في 5 على 8 أول حاجة للضرب الأسباقية لعمليتي الضرب إذا كنضيروا ضرب عددين شدريين كنضيروا ضربه في 4 على 6 ومن بعد كنضربه في 4 على 3 ومن بعد كنضربه في 5 على 8 أول حاجة للضرب الأسباقية لعمليتي الضرب إذا كنضيروا ضرب عددين شدريين كنضيروا ضرب الباست في الباست والمقام في المقام ناقص 3 على 4 هي ناقص 12 و8 على 6 هي 48 ناقص 2 على 5 لأن الطرح ما زال مجاد نبتون زائد زائد أش هنحسبو هاد العمالية هاد لأن بنوتهم ضرب إذا أسباقية للضرب هنضرب عددين شدريين هنضرب الباست في الباست والمقام في المقام 5 مضربة في 5 4 مضربة في 5 هي 20 و3 مضربة في 8 هي 24 لأن حسبنا عمليات الضرب هي الأولى والآن عندي ناقص وزائد عندي طرح وجامح إذا عندي الطرح والجامح نبدأ من اليسار اليمين كان دي الكالكول من اليسار اليمين إذا ستكون عندي ناقص 12 على 48 ناقص جوجة لخمسة إذا من بعد ما قلنا حسبنا الضرب إن الأسبقية للضرب والقسمة هنا عندي ناقص الضرب إذا سأحسبو هاد العمليات الضرب و هاد العمليات الضرب قلنا هاد النتيجة الي ناقص 12 على 48 معه 20 على 24 هنا ناقص 12 قلنا لعمليات ناقص وزائد مش كتكون حنثنا ناقص وزائد كم بدأ هو حساب من اليسار اليمين من اليسار اليمين إذا حاجة بحاجة ناقص 12 على 48 ناقص المقام مع الجوجة على خمسة ناقص المقام مع الجوجة على خمسة المقام موحد ما بين 48 و 50 هو 240 سوف نضرب 48 في 5 هي 240 240 في المقام الثاني إذا 48 ضربتها في 5 ناقص 12 سوف نضربها في 5 سوف نعطي ناقص 60 نضرب جوج في 496 زائد 20 على 24 نضرب المقام الثاني نضرب فرق البسطين ناقص 60 مع 96 نضرب 156 نضرب 20 على 240 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 ناقص ناقص 150 زائد 20 لأن جمع البسطين نضرب 24 هذه هي النتيجة 44 على 240 تقبل إختزان يعني ممكن أننا نختازه بربعة هنا لقص منها على 4 سوف نضرب 11 ولقص 240 على 4 سوف نضرب 60 نتيجة النهائية سوف نضرب 60 نضرب 41 نضرب 40 مقصوم 35 كما ترون هنا نفعاء خير نحن ان هل نحن من فاقت ناقص والباق يمكنいて تجربة والجمικά تعالي لا تقوم بها إذن Carraff عملية أيضا ت組ع الحالة الرئيسية أولا كناتو الأسباقية الضرب القسمة كنحسبوا العمليات اللي بينهم ضرب القسمة من بعد الطرح وجمع هذا الشي اللي غن ديروا في هذه العمليات السيب أول حاجة القسمة لأن الضرب ما عندناش هنا إذن القسمة غن بدأوا بالقسمة اللي هي 3 على 4 مقسمة على 4 على 5 إذن 1 ناقص 3 على 4 كنعرفوا بالقسمة قسمة عددين جدريين هي الضرب في مقلوب العدد إذن 3 على 4 مقسمة غن رجعوها ضرب الضرب أش مقلوب العدد مقلوب 4 على 5 وهو 5 على 4 زائد 5 على 3 نعم قد سوى 1 ناقص أش هنا 3 الضرب دياله 3 على 4 مضربه في 5 على 4 يكون عندي هو هنا هي غن ضرب 3 مضربه في 5 لأن الضرب يجوج أعداد جدريين كنضربه الباص في الباص والمقام في المقام ثلاثة مضربه في 5 وهو 15 وربح مضربه في 4 هي 16 زائد 5 على 3 نعم دابا درنا القسمة ناقص والجام ناقص والجام لن يكون عندي فاحد سلسلة من العمليات كنت تحسبوها للحالة اللولة إذن حساب من اليمين اليسار من اليسار بغضاء اليمين من اليسار اليمين دولاقوش في غلط هنا عندي واحد ناقص 15 على 6 إذن سوف نحضر المقام مقام 1 هو 16 إذا ضربت المقام في 16 سوف نضرب الباص في 16 و 16 على 16 ناقص 15 على 16 زائد 5 على 3 16 هنا سوف نحتفظه بالمقام 1 هو 16 ونضربه في عقل الباص 16 ناقص 15 سوف نضربه 1 1 زائد 5 على 3 نعم مقام محدما بين 16 و 3 نحن نحضر المقام دائما في زائد و ناقص دوحيد المقام قبل أي شيء مقام محدما بين 16 و 3 هو 48 48 إذن هنا 16 ضربتها في 3 باشدتين 48 1 سوف نضربه في 3 لأن الفش ضربت المقام نحن نضربه بسط 3 على 48 3 على 48 زائد نحن نضربه بسط نحن نضربه بسط لأن الفش ضربتها في 16 هو 80 بانك 48 هو المقام المشترك مقام واحد بعد نضربه لأن الفش ضربة سوف نضربه بسط لأن الفش ضربتها في 16 سوف نضربه بسط 80 3 زائد 80 24 نتيجة أنها 83 على 48 و لا تقبل الإختزال لان ما بين 83 و 48 ما كيش قاسي مشترك لان هذا هو التمرين 5.40 ان شاء الله كان ينتمرين اخرى دين صفحة 40 اللي غادوا نشوفو كيفاش كنحسبوه اول حاجة باش خضاء تحسب اي تمرين فيما كان في هذا الدرس هذا دائما نخدم بهذا الخطاطة دائما هاد الخطاطة تكون معك إلا بغيت تحسب اي تمرين لان المشكلة مشي في الحساب وانما باش من عملية ممكن نبدأ هنا عندك الان المشكلة دائما نخدم بهذا الخطاطة اولا في الصفحة في الصفحة عندي ثلاثة حالات فشكي يكون عندي فقط في هذه العملية اللي مطلب مني حسبها ناقص و زائد كان بدأ من اليسار اليمي من اليسار اليمي فشكي يكون عندي الحالة الثانية تضرب القسمة كان بدأ نفس شيء من اليسار اليمي سلما وفشكي يكون عندي الحالة الثالثة فشكي يكون عندي مثلا بربعة او لا الضرب مع الجامع والطرح او لا القسمة مع الجامع والطرح يعني كينين اول حاجة نبدأ بالضرب والقسمة ومن بعد طرح والجامع والطرح والجامع كيفاش كان خدموهم وما في الحالة الوراء يعني من اليسار اليمي وفي افك بارانتز انت كتحسب كتت مجهني كتحسب العملية اللي بيناتهم تكون زائد تكون ناقص تكون اللي بغا تكون حسنا نحسن ما بتاقي الاقوص اول شيء شكرا